موسيقى اللجنة الدولية للإلمبياد الخاص الدولي تهدي الرئيس السيسي جائزتها الدولية الحكومة تنفي وجود نقص في سلعتين الأرز والسكر بالأسواق وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تسلم الجائزة الدولية للإلمبياد الخاص الدولية والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأياد البيضاء على رعاية فئة الزوء الاحتياجات الخاصة وتقديراً لما يقدمه سيادته من دعم لهم وقد قام وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبه للإلمبياد الخاص الدولي بحضور نفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعية بتسليم رئيس السيسي الجائزة صباح اليوم بقصر الاتحادية ومن جانبه أكد الرئيس السيسي على الامتنان لمنح سيادته الجائزة الدولية للإلمبياد الخاص الدولية والتي تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة في تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه الزوء الهمم والاحتياجات الخاصة تلك الرسالة التي تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وأنهم قادرون باختلاف نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر في بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباءنا بشأن وجود نقص في سلعتين الأرز والسكر بالأسواق ومن جانبها نفت وزارة التموين تلك الأنباء مشددة على توفر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز والسكر مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجاميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية استقبل وزير الصحة والسكان الدكتور خلد عبدالغفار المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أثراقيا بالبنك الدولي والوفد المرافق لها لمناقشة تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحية وتنول الاجتماع مناقشة توسيع فاق التعاون في مجال تنمية صحة الأسرة كما ناقش الوزير الخطط المستقبلية للتعاون بين المجلس القومي للسكان والبنك الدولي اشتركوا في القناة